بوتين يبدأ ولايته الخامسة ويستهل ستة سنوات جديدة على كرسي الرئاسة الروسية يتعهد بأن تخرج بلاده من المرحلة الصعبة أكثر قوة خلال أدائها اليمينة الدستورية فالكراملين لولاية رئاسية خامسة شدد بوتين على أن الحوار مع الغرب ممكن إذا كان يجري على قدم المساواة مؤكدا أن بلاده ستواصل العمل مع الشركاء لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطب حديث الرئيس الروسي عن المرحلة الصعبة يأتي في وقت تخوض بلاده حربا في أوكرانيا وتشهد علاقاتها مع الغرب أسوأ فتراتها وأكثرها توترا فقبل ساعات فقط توجه بوتين بإجراء مناورات نووية بمشاركة قوات منتشرة قرب أوكرانيا مناورات قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنها تهدف إلى ضمان الأمن الروسي بعد تصريحات وتهديدات استفزازية لمسؤولين غربيين عشار البيان إلى أن المناورات تهدف لزيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية لتنفيذ المهام القتالية ثورة توجيهات بوتين بدأت بيلاروسيا بالفعل عمليات التحقق من استعداد جيشها لنشر الأسلحة نووية التكتيكية وقالت وسائل الإعلام أنه تزامنا مع الاستعدادات لمناورات نووية الجهة روسيا فإن رئيس بيلاروسيا لكاشنكو أمر بتفتيش مفاجئ للقوات المسؤولة عن هذه الأسلحة وفي العام الماضي تم نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا بالفعل بموجب اتفاق بين الرئيسين الروسي والبيلاروسي كإجراء لردع الغرب على كل حال الغرب علق على التقارير المنتشرة بشأن انتشار قوات فرنسية في أوكرانيا بأن الأجهزة الأمنية والعسكرية تتحقق من هذه المعلومات الكريملين أشار إلى أن المناورة النووية التي أمر بوتين بإجائها تأتي في سياق الرد على تصريحات غربية منها للرئيس الفرنسي بشأن احتمال إرسال جنود من الناتو إلى أوكرانيا بما يعني وضع جنود من الحلف في مواجهة الجيش الروسي على حد تعبيره الموقف الروسي جاء بعد أن كرر الرئيس الفرنسي مؤخرا موقفه بعدم استبعاد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا حال اخترقت روسيا خطوط الجبهة للاستمع لما قاله تحديدا الحرب تدر رحاها على الأراضي الأوروبية هناك أقل من 1500 كم بين ستراسبورغ وليفيف تخيل أن الحرب في هذا البلد ذلك ليس خيالا وليس بعيدا عننا كل هذه الخيارات ممكنة الوحيد الذي سيتحمل المسؤولية هو نظام الكريملين ولن نكون نحن لن نقود أبدا هجوما أو نأخذ زماما مبادرة ففرنسا قوة السلام ولكن اليوم من أجل إحلال السلام في أوكرانيا لا ينبغي للمرء أن يكون ضعيفا طبعا تصريحات باكرون هذه احتكررت كثيرا خلال الفترة الماضية ولكن أغلب الدول الأوروبية والولايات المتحدة نأت بنفسها عن هذا الموقف الذي وصف بالخطير واكتفت فقط بالتعاهد بإرسال مزيد من الدعم العسكري الذي تحتاجه كييف في حربها مع روسيا أما الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ فقد حذر دول الحلف من عدم الوفاء بما تعهدت به لأوكرانيا في الوقت المناسب وقال إن التأخر الخطير في الدعم يعني عواقبة وخيمة في صحة المعركة بالنسبة لأوكرانيا وأن الدول الأعضاء في الناتو وافقت على تزويد أوكرانيا بمزيد من الدفاعات الجوية أما وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون وخلال زيارة قام بها إلى كييف قبل أيام فقد شدد على أهمية الرسالة التي ترغب لندن في إيصالها إلى روسيا من خلال أكبر حزمة من المساعدات العسكرية تقدمها إلى كييف أعتقد أن الحزمة التي أعلننا عنها كانت مهمة ليس فقط لأنها كانت أكبر حزمة من الأسلحة المهدى التي قمنا بها حتى الآن أعتقد أنه كان المهم أن نقول أن مبلغ الثلاث مليارات جنيه استرليني ليس هذا العام فقط بل عام المقبل والذي يليه تماما كما كنا أول من قام بتوريد الأسلحة والتدريب وأول من قام بالاتفاقية الأمنية وأول من قام بهذه الحزمة متعددة السنوات لأنني أعتقد أنه يمكننا استخدام ذلك ليس فقط لمساعدتكم ولكن لنقول للدول الأخرى هذا هو المستقبل حزم متعددة السنوات لنظهر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أننا كما تعلمون لن ننتظر هنا وندعمكم طوال الوقت هذا الدعم البريطاني العسكري الكبير لكيف قابلته موسكو بالتهديد بضرب أي منشأة عسكرية أو عتاد عسكري بريطاني على الأراضي الأوكرانية أو أماكن أخرى في حل استخدمت كيف أسلحة بريطانية لضرب أهداف روسية وزارة الخارجية الروسية قالت أنها أبلغت أسافير البريطاني بذلك بعد ما استدعته إثر تصريحات وزير الخارجية دافيد باك كاميرون والتي أكد فيها حق أوكرانيا بضرب أراضي روسية بواسطة أسلحة بريطانية وفي ظل هذا الحديث المتوتر بين روسيا والغرب والتهديدات المتصاعدة بين الطرفين يواصل الجيش الروسي تقدمه ميدانيا على خط المواجهة مع أوكرانيا فقد أعلن سيطرته على مزيد من الأراضي في منطقتين دوناتسك وخاركيف حيث يحقق تقدما نوعيا نقاشا لذلك أرحب بضيفي من موسكو الأكاديمي والباحث السياسية سيد رولا بيجاموف سيد بيجاموف أهلا بك معنا في التاسع على سكاين نيوز العربية وما هي الرسالة الروسية الآن من القيام بمناورات بالنووي التكتيكي قرب أوكرانيا شكرا لاستضافة بلا شك أمر بوتين بالأعداد لهذه المناورات هو يجب قراته في السياق ما جرى في الأسبوع الأخير خاصة بعد 2 مايو عندما ضع داويت كاميرون لاستخدام الأسلحة الهجومية ضد روسيا وحتى الآن بريطانيا وفرنسا كانت توردوا إلى هناك أسلحة هجومية ولكن مع شرط شريطة أن لا يتم ضرب أراضي روسيا ولكن في الأون الأخير بعدما شار الغرب بفقدان المبادرة الاستراتيجية وفشل الحجوم الأوكراني انتقل إلى أساليب أخرى وهناك حرب الرسائل المتبادلة كل شيء يتوقف الآن الغرب لأن هناك الأصوات والأطراف التي تدعو إلى الحلول السلمية ولكن سيد بيجاموف اسمح لي منذ فبراير بالعام 2022 تاريخ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا وبوتين يلوح باستخدام النووي التكتيكي بوجه الناتو وأوكرانيا بالتالي ما الذي يحكم ذلك؟ إن كانت المساعدات الغربية مستمرة التلويح بنشر أسلحة نووية في الناتو مستمر والصواريخ بعيدة المداءة كامز القادرة على ضرب روسيا والتي اعتبرت أنها خط أحمر تم تجاوزه من قبل الغرب في مساعدات قدمت لأوكرانيا يجب أن نقول أن بوتين دائما يتحرك بخطوات بطية جدا وفقا للأقيدة النووية الروسية يعني حتى الآن لم يتم تخطي هذه الخطوط الحمراء الروسية التي ستطلب استخدام السلاخ النووي التكتيكي وربما لا قدر على السلاخ الاستراتيجي وفي حال استخدام السلاخ الاستراتيجي النووي في الروسية والصواريخ الروسية ستصل إلى برلين في أقل من دقيقتين وإلى فرنسا خلال دقيقتين إلى باريس وحتى الآن لم يتجاوز الغرب مثل هذه الخطوط هو بالفعل لم يتجاوز هذه الخطوط وحتى أن أغلب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية نأت بنفسها عن الموقف الفرنسي الخطير الذي استفز موسكو واستفز بوتين من التلويح بإرسال قوات مقاتلة إلى أوكرانيا بالتالي لماذا تتجاوب روسيا مع هذا الاستفزاز الفرنسي إن كان هو يحدث من طرف واحد وهي بالأساس متقدمة على كل القوات الأوكرانية في الجبهة الشرقية اسمح لي أن أوضح هذه النقطة أولا هناك الطائرات F-16 الأمريكية التي تعطي قريبا إلى أوكرانيا وهي تستطيع أن تحمل السلاح النووي مصممة لحمل السلاح وهذا يعتبر تحديدا مباشرا هناك اقتراخ بولندا بولندا تطلب نشر السلاح النووي على أراضيها هناك الكلام السيد فرنس ماكرون لإرسال القوات مباشرة القوات الفرنسية إلى أوكرانيا فلذلك ترد روسيا أيضا بمثل هذه الرسائل بحيث تكون كل القروض كل الأوراق روسيا مكشوفة وأمام الأين يعني روسيا جاهزة لجميع الخيارات يتوقف الغرب إما هو يختار طريقة المواصلة التسعيد وسترد عليه روسيا بمزيد من التسعيد لأن هذا هو الطريق الاستراتيجي الوحيد الخيار الوحيد تستطيع أن روسيا تستخدمه في مثل هذه الظروف يجب القول الحقيقة ويجب تغذية روس ساخنة مثل ماكرون والأخطر منه هو ديفيد كاميرون والموقف البريطاني هو أخطر من الموقف الفرنسي وصلت الفكرة وانتهى وقت التاسع تماما ضيفي من موسكو سيد رولا بيجاموف شكرا جزيلا لك على هذه الإضاحات القيمة